انه اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق حقوق مادية ومعنوية ونفسية ضائعة في انتظار نقطة نظام اما قانون الدعم الخاص لحقوق المرأة في العراق فانه لا يمكن ان يمرر بشكله الحالي ولكنه سيخضع لجملة تعديلات في عدد من فقراته بحسب اللجان الخاصة بالعمل على المشروع اول هذه التعديلات بحسب لجنة المرأة النيابية هو تسمية القانون باسم قانون حماية المرأة لدينا تغيير اسم هذا القانون ليكون الحماية وليكون الهدف الاساسي منه هي بناء اسرة متكاملة وليس تفكيك اسرة والهدف منه ليس تسليط الرجل مثل ما هم حقيقة انه نيوة والقانون منذ 2018 لحد الان يعني حسب انه ما تكلموا انه هو تمكين الرجل بالعكس هو اليوم انه المرأة تكون مساوية للرجل المرأة تكون لها احترام وتقدير وهذا ما اعطاه يا شريعة الاسلامية ان شاء الله سنستطيع ان نشرعه في هذه الدورة وقد بقي قانون دعم حقوق المرأة جدليا ضمن دورات النيابية المتلاحقة ليتم ارجاؤه في كل مرة في وقت يرى فيه حقوقيون اهمية ان يثبت هذا القانون رسميا لا سيما في ظل تراجع الوضع الاجتماعي وتفككه خلال الاعوام الماضية وبحسب تقارير رسمية بينها للوزارات او حتى تلك الصادرة من مجلس القضاء الاعلى الحكومة اللي قدمت مشروع القانون وقدمت مشروع القانون الى مجلس النواب وهناك الكثير من وزارة العمل وزارة التربية وزارة الداخلية الكل يشيجون بضرورة تشريع هذا القانون فالالحاح في تشريع هذا القانون مهم لحفظ امن المجتمع وامن اسرنا بالذات وتعد لجنة المرأة النيابية ان القانون سيمرر خلال الدورة النيابية الحالية وسط تطلعات لأن يتضمن القانون معالجة قضايا اجتماعية واقتصادية كبيرة يتوقف الأمن الاجتماعي على تقدم الكثير منها من بغداد صابرين قادم العراقي الأخبارية